بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله عندنا محاضرة الطحالب العملي أخذنا من المحاضرات السابقة الطحالب الخضراء واخذنا الكثير من أجناس الطحالب الخضراء أعطناكم الرسومات والشارتات بالمختبر ورسلتوها على دفاتركم مثل ما سبق ونبهت أنه أي شارت ينزل على الدفتر ينزل التصنيف معانه التصنيف عني شرحكمه بالمختبر وتصنيف هذه المحاضرة إذن رح يكون شرحه إن شاء الله بالمختبر أخذنا أجناس الطحالب الخضراء واليوم سنكمل بأجناس الطحالب الخضراء اليوم محاضرتنا إن شاء الله ستكون قصيرة وبسيطة سنأخذ جنس واحد فقط وهو جنس الأودو كونيوم هذا الجنس يقول الجنس الوحيد في عائلته يكون بشكل خيوط غير متفرعة يعني عائلة الأودو كونيوم عائلة هذا الجنس كل العائلة تكون بشكل خيوط متفرعة عدى جنس الأودو كونيوم يكون بشكل خيوط غير متفرعة تتحور الخلية القاعدية فيه لتكوين المثبت خلينا نعوف دقيقة ونرجع لبعدها نجي الخلايا استوانية يعني أشوان شكل الطحالب سيكون بشكل خلايا استوانية هذه خلية استوانية هذه خلية استوانية ماشي؟ أشوان الشكل استوانية استوانية شكل الخلايا ما تتحلب هو استواني نرجع شغل عفنان تتحور الخلية القاعدية فيه لتكوين المثبت أسامل خلايا استوانية الخلية القاعدية تتحور ما تكون استوانية تتحور أش تكون لنا؟ تتكون لنا المثبت تمام؟ إذن هو تحلب غير متفرع بين تفرعات ما بين أي تفرعات شكل الخلايا استواني الخلية القاعدية تتحور تنطينها المثبت أوكي؟ زياني قلنا أن الخلايا استوانية تشكل لها جدران جدران كل خلية بها جدران هاي جدران اش بيها؟ سميكة بالثلاث طبقات تتكون من ثلاث طبقات طبقات سيويوزية طبقات بكتينية طبقات كايتينية يعني كل خلية هاي خلية أصنوانية وهاي خلية أصنوانية بيها ثلاث طبقات جدران ثلاث جدران يحيطوها جدار سيويوزي سيويوزي وجدار بكتيني بكتيني وجدار كايتيني كايتيني أوكي؟ كل خلية كل خلية من هاي الخلايا تنحط بجدران هاي جدران مكونة من ثلاث طبقات سيويوزي بكتيني كايتيني أوكي؟ مزيد تحتوي الجدران الجانبية لخلايا معينة في كل خيط على حزم استعرض واحد أو أكثر مكون القبعة القمية يعني جدران الجانبية الجدران الجانبية لخلايا معينة بعض الخلايا ما كل الخلايا جدران الجانبية أشبيها في كل خيط على حزم استعرض تحتوي على حزم استعرض واحد أو أكثر مكون القبعة القمية جدران الجانبية في بعض الخلايا يجب حزم مستعرض واحد او اكثر مكونا القبعة القمية الناتج من ايش من الاقسام الخلوي المميز الذي يسحبونه في الحلقة الجدار الجانبي يعني هذا الاقسام الخلوي المميز اشغل يعملنا خلايا معينة في كل خيط على حزم مستعرض واحد او اكثر مكون القبعة القمية okey زيان ايضا نجي لكل خلية الاخول شبكية كل خلي شبكية تحت شبكية بلاستيادا شبكية يعمل بلاستيادا شبكيةV pseudel كينتش plsings BL gituها شبكيةوكيوكي اما بلس اين تحديم الهوت المميز ام لها البلاستيادا لا تاخذار�� شبكيوكيوكيوكي ام ي难ل بلس اينel هنا هنا نوعات تقاضع الشبكةهاء كل خلية تحتوج لبلاستيد الشبكيه هنا نوعات هونه نوعات وان شكل النوعات فيها شبكة كروماتينية محددة ونوية واحدة فسكويت هي الشكل لا شبهة كروماتينية ونوية واحدة واكثر التكاثر اللاجنسي عن طريق سبورات متحركة ذات طوق اما التكاثر الجنسي اوغامي وهذا المفروض انتم تعرفون اشنه اوغامي يعني بيضي اوغامي طحلب الاوكودونيوم حسب تركيب الانثريديا حسب تركيب الانثريديا يقسم الطحلب الى اثنين طحلب الاوكودونيوم حسب تركيب الانثريديا يقسم الى اثنين كبير الخيط الطحلبي وضائلة الخيط الطحلبي اوكودونيوم ماكروتوس اوكودونيوم لاندروس تمام كبيرة الخيط الطحلبي وضائلة الخيط الطحلبي نجعل كبيرة الخيط الطحلبي اش بيه توجد الانثريديات وين توجد في خيط ذات حجم طبيعي او كبير او عريضة كذا نقوله توجد الانثريديات في خيط ذات حجم طبيعي يكون وحادي المسكن هذا الخيط يكون أحادي المسكن تظهر سلسلة من الأنثريديات قمية أو بينية تنتج من انقسام خلية أمية أو أنثريدية أو توجد الأنثريديات في خيط در حجم طبيعي أو عريض أو كبير لأنه كبيرة الخيط الذكري يكون أحادي المسكن هذا الخيط أحادي المسكن تظهر سلسلة أنثريديات قمية أو بينية تنتج من انقسام خلية أمية أو أنثريدية لتعطي خليتين خلية علية هي الأنثريدي هذه الخلية أقصر من باقي الخلايا وخلية أخرى هي الخلية الساندة وهي خلية مولدة تنقص بعدة مرات التسيسة الانثريدية يعني من انقسام خلية أمية انثريدية أشياء نطقينا خليتيا خلية علية هي الانثريدية تكون أقصر من باقي الخلايا وخلية أخرى الساندة تكون مولدة تنقص بعدة مرات التسيسة الانثريدية بعدش بينه قد يتحور بروتوبلاست الأنثريديا بروتوبلاست ما الأنثريديا يتحور إلى إيش؟ سابحة ذكرية واحدة لكنه غالبا ما ينقسم عموديا يكون ساحبين ذكريتين أما يتحور إلى بروتوبلاست إلى بروتوبلاست ما الأنثريديا أما يتحور إلى سابحة ذكرية لكن غالبا ينقسم عموديا حتى ينطينا سابحتين ذكريتين هذا كل ما يوجد بكبيرة الخيط الطعلوبي صغيرة الخيط الذكري أشبيه يكون خيط بحافظات عندروسبورية يعني خيط رسمنا له أولا و أكل خيط رفيع ثنائي المسكن وهناك شون كان الخيط للحجم الطبيعي و كبير و حاد المسكن هذي الحوافظ الاندروسبورية تكونت بالخيط تحرر رسبورات متحركة خاصة تسمى اندروسبورات وهذا الحوافض تشبه الأنثريديات بالنوع وكبيرة الخيط الذكري هذا ما يتعلق بصغيرة الخيط الذكري وصغيرة الخيط الذكري التكاثر أو هذه ما مطلوبة من عدتكم إن شاء الله تأخذه بالنظري هونك نعطانا إيشني نعطانا نفس الكلام اللي تكلمنا عنه يعني فرق بين كبيرة الخيط الطحلبي وضيلة الخيط الطحلبي اللي أشي يقول به خيط طحلبي عريض وحادي المسكة مثل ما قلنا فيه سلسلة خلال صغيرة هي الأنثريديات وكل الأنثريديات تعطيه ما شيء صغير له وهو أحلقة ستوارية ما شيء آنثري زيلا وهوني خيط رفيع ثنائي المسكد فيه حافظ اندرسبوري مثل ما قلنا وكل حافظة تعطي اندرسبور واحد شكلكم ثري الشكل أصغر من الأنثري ولهو حلقة أصوات أن يتحرروا لا يتحد مع الأقونا بيتصق على الجدار الخارجي تمام هذا كل ما يتحلق بمحاضرتكم إن شاء الله تكون المحاضرة سهلة ونخلنا جنس واحد فقط بهذه المحاضرة وأي سوار أي استفسار بتفضل بسألوكم شكرا لكم